بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله معدنا مع المحاضرة رقم 5 من محاضرات هنذاكر مع بعض اوتو كاد هنستكمل مع بعض اخر حاجة اشتغلنا عليها المحاضرة اللي فاتت ولكن طبعا هنضيف يعني جديد اكيد في كل مرة المحاضرة اللي فاتت لو لاحظتم كان فيه حاجة كده بتخيلنا واحنا بنشتغل لما كنت بقوله عايز حرف ال ال وابدأ اشتغل على اللاين وبحدد نقطة كان هو ده اللي بيحصل معايا بالزبط وانا شغال بحدد نقطة واحدد التانية وابدأ ارسم كان بيقولي الزاوية كام وكان بيقولي مكان هكتب فيه الاحداثيات بتاعتي سواء كانت الاحداثيات او كان طول الخط بتاعي فالجزء ده على فكرة اللي موجود اللي انا بكتب فيه فوق ده بيخايل ناس كتيرة جدا طب ايه الحل قالك الحل بسيط جدا انا عايز بقى اشتغل بطريقة حرة اكتر فاول حاجة هعملها هروح اعمل عدم تفعيل لموضوع الجراد فهضغط على F7 ادي اول حاجة الحاجة التانية هضغط على F12 طب F12 دي هتعمل لي ايه دي اول مرة بقى انا اخدوها والحتة دي مهمة موضوع الديناميك امبط بقدر ان انا افعاله او يعني الغي موضوع التفعيل بF12 فبقوله F12 او بشتغل بالماوس كده علشان نلغي موضوع التفعيل كده انا اقدر اشتغل بقى بطريقة حرة اكتر هقوله L علشان خاطر ارسم اللاين ولاحظ كل الكتابات هتكون تحت مش هكتب حاجة فوق خالص كله هيتكون تحت عن طريق الكماند لاين هقوله حرف ال L وابدأ ان انا اشتغل باللاين بيقول لي حدد اول نقطة هقوله طب الاول النقطة الاولة هتبدأ من الاحداثيات زيرو زيرو فقوله زيرو وبعد كده كومة وزيرو واضغط انتر انا كده حددت هبدأ فين حد يقول لي بس انا مش شايفي الزيرو زيرو عادي جدا احنا عرفنا ان هو عن طريق البان ابدأ ان انا اسحب باضغط بالعجلة بتاعت الماوس وافضل ضغط عليها واقدر اسحب الورك اريا بتاعتي او الشيت بتاعي كله اقدر اسحبه واحركه من اي مكان انا عايزه يبادي النقطة زيرو زيرو عندي بقى القدرة ان انا اكمل هو كده بيقول لك لو سمحت انا عايز النكست بوينت ممكن اقول له النكست بوينت عبارة عن النقطة عشرين كومة عشرين دي طريقة واقول له انت طبعا في حد بيقول لي فين النقطة عشرين عشرين ما انا لازم اعمل زوم عشان اشوفها اول ما اعمل زوم واشتغل بالعجلة بتاعت الماوس اهو بالمنظر ده امسك الورك اريا بتاعتي او الشيت بتاعي بالمنظر ده اهو ببدأ ان انا اشوف فعلا النقطة اللي انا عملتها يبقى انا بدأت من النقطة زيرو زيرو وبعد كده قلت له النكست بوينت بتاعتي عبارة عن عشرين عشرين اقدر بقى ان انا اكمل بنفس الطريقة ولكن انا دلوقتي عايز ارسم خط ماشي طوله عشرة والزاوية انا اللي حددها خلاص الزاوية دي معقولة بالنسبة لي انا مش عارف هي كام بس مش مهم انا عايز دلوقتي طول الخط ده مهمنيش الزاوية طول الخط ده كام هقول له عشرة وقول له انتر بص كده خلاص هو كده اتأكد ان انا عايز الزاوية تكون في الاتجاه ده تمام الخط ده يكون في الاتجاه ده باي زاوية مش مهمة بس طول عشرة وعايز اشتغل على المنظر ده كده بطول مثلا خمسة وعشرين هقول له خمسة وعشرين اذا عندي الكدرة ان انا ارسم خط طوله عشرة خمسة وعشرين خمستاشر اي رقم باي زاوية انا عايزها كده خلاص خلص موضوع الخمسة وعشرين يبقى احنا تعلمنا ازاي نشتغل على الاحداثيات اقدر احدد لنفسي زي reference point هبدأ من هبدأ من نقطة 00 اطلع لحد النقطة 2020 وابدأ ان انا ارسم الخطوط اللي انا اعيزه دي طريقة فيه ناس بتبدأ انها الاول تحدد الزاوية وبعد كده تحدد الخط طوله قد ايه يعني ايه تعال كده هقوله click main واعمل undo click main تاني واعمل undo click main تاني واعمل undo و click main تاني واعمل برضو undo انا كده ماسك النقطة كام 00 طب انا عايز اشتغل على الزاوية 30 قال لك بسيطة علشان تشتغل على الزاوية بقول له انا عايز اعمل علامة الاقل مني وابدأ اشتغل على الزاوية 30 واقول له enter هو كده اشغال على فكرة على الزاوية 30 لكن طول الخط بتاع الناكستبوينت كام معرفش تعال كده تأكد بص كده هيسمح لك انك انت تروح على الزاوية 30 او تنزل تحت وكأنك شغال على الزاوية المنعكسة اللي هي احنا بعد كده هنكتبها سالب 30 طيب لحد الان كده انا كده فهمت ان انا شغال على الزاوية 30 لأ رجعت في كلامي عايز ايه انا مش عايز احدد طول الخط دلوقتي طيب انت عايز تعمل انا عايز اشتغل على الزاوية 60 بسيطة جدا اكتب زاوية 60 هتلاقي الزاوية بقت فعلا موجودة معاك هو يبص هو مساحة تب اكتبها تاني اقول له عايز 60 هو كده هيستقرر معاك على الزاوية 60 خلاص كتبها فاضل بقى طول الخط هو له طول الخط 20 كده خلاص كده انت تأكدت ان الضلع اللي انت رسمته ده الزاوية بتاعته من المحور الافق هنا تمام فعكس عقارب الساعة طبعا انا بيشتغل على المحور الافق عكس عقارب الساعة بدأ يحسب لي زاوية 30 طول الخط ده كام او طول اللاين ده كام طوله عشرين خمسة وعشرين زي ما انت عايز انتحور طوله عشرين يبقى زاوية 60 طول خط كام عشرين اقدر اكمل قالك اه عادي جدا عايز تعمل ايه انا عايز ابدأ اشتغل اقول له عايز زاوية تكون مثلا مية وعشرين وعايز اهو بدأ يشتغل على الزاوية مية وعشرين فعلا وعايز طول الخط برضو يكون مثلا عشرين وصل لحد هنا وتمام اقدر اقفر الشغل بتاعي عشان اروح للنقطة زيرو زيرو ما انت عارف بقول له حتى لو وقف في اي مكان ما يهمنيش بقول له سي وابدأ ان انا اعمل كروز لاحظت ان انا ببدأ اشتغل بالاحديسيات ببدأ احدد الزاوية بقدر احدد طول اللاين بتاعي كل الكلام ده من خلال لاني لغيت تفعيل الجزء بتاعة فانا كده شغال بشكل افضل كده الكلام ده كده جميل لحد الان والدنيا كده تمام اقدر بقى زاوه ما اشوف الشغل بتاعي هو ده الشغل بتاعي اللي انا عملته زاوية ستين طول الخط عشرين بدأت اشتغل على زاوية مية وعشرين تمام وبدأت بعد كده بعد لما خلصت الزاوية مية وعشرين روح تقفل طبعا طول الخط عشرين قفلت المسلس بتاعي طب انا عايز اشتغل الاتنين مع بعض يعني ايه تعالى كده اقول له كنترول ايه ودليت وهبدأ ارسم الرسمة من اول وجديد هقول له لاي وقول له انتر وعايز احدد الاحداثيات بتاعتي هتبدأ من اين هقول له هبدأ برضو من الزيرو زيو ماشي مش هيفرق بس المرة دي عايز اضرب عصفرين بحجر بمعنى عايز اعمل الاتنين مع بعض الزاوية مع الخط مع طول الخط هقول لك والله انا عايز زاوية الزاوية دي تكون مثلا تلاتين وطول الخط برضو زي ما هو عشرين قال لك تكتب الكلام ده على مرة واحدة بقول له قات وببدأ ان انا اكتب الكلام ده كله على مرة واحدة بقول له قات وبعد كده بكتب طول الضلع نفسه طول الخط ده او طول الضلع ده كام عشرة والزاوية كام اقل من بكتب كلمة اقل من وبكتب تلاتين يبقى بارسم خط طوله عشرة بزاوية تلاتين في ايه في خطوة واحدة هو كده خلاص خلص طب عايز ارسم زاوية تكون الزاوية دي مية وعشرين وطول الضلع برضو عشرة هقول له عادي جدا قات عشرة اقل من مية وعشرين زي ما انت شايف انا كده شغل تمام على فكرة هو رسم مية وعشرين المرة اللي فاتت كنا رسمها تحت علشان بس انا كنت موجه السهم تحت طيب تمام وكأنه اعملها في الاتجاه المعاكس يعني عايز اقفل شغلي هقول له سي وابدأ ان انا اقفل الشغل بتاني يبقى احنا الاول رسمنا خط بشكل حر تمام حددنا احداثيات في الاول خالص بعد كده بدأنا نحدد زاوية وبعد لما نحدد الزاوية نحدد طول الخط وفي الاخر خالص استقررنا ان احنا ممكن ممكن نعمل الخطوتين مع بعض نرسم خط بطول معين وزاوية معينة خط طول مثلا عشرة وزاوية تلاتين خط طول عشرين وزاوية مية وعشرين زي ما انا عايز ايه ده يعني انا لو جيت كده ووريتك كده مسألة او مسال هتقدر تتعرف عليه قال لك اه قادر اتعرف عليه بسهولة جدا تعال كده نبص على الشكل ده اللي انت شايفه ده عبارة عن مسلس عرفت منين اف اتناشر دي بتريحني انها هتقفل لموضوع الديناميك امبوت والل ده انا بقى بشتغل كل كوماند يعني اعتمد على الكوماند لاين اللي تحت ده ان انا اكتب بقى في الاوامل بتاعتي انا عارف ان اف اتناشر دي بالكيبورد هتعمل لي عملية اكتيفاشن للديناميك امبوت او تلغيها والل هتروح تقول لي ان انا شغال على الايه اللاين والزيرو زيرو ببدأ ان انا احدد الفيرست بوينت بتاعتي بحدد الاحداثيات اللي هبدأ منها فابدأ من الزيرو زيرو وبعد كده هقول له قات عشرة اقل من تلاتين عايز ارسم ضلع طول عشرة بزاوية تلاتين وبعد كده عايز ارسم ضلع طول عشرة بزاوية امتين وسبعين وبعد كده عايز اقفل الشكل بالسي هو ده اللي نعمله بالزبط تعال كده نبدأ نشتغل زي ما هو قال اف اتناشر خلاص انا مزبط الدنيا ما عنديش الجزء بتاع الديناميك امبوت ده انا مش عايز نشغله حلو قوي وبعد كده هضغط حرف الال بيقول لي حدد الاحداثيات اللي هتبدأ منها هقول له زيرو زيرو زي ما انت عايز وبعدين انا طبعا معي رابربان كده بمنظر ده شكل استك مططي عايز بقى اقول له طول الضلع كام اول ضلع عندي هيكون مثلا عشرة والزاوية تلاتين وبعد كده عايز اقول له عايز طول الضلع برضو عشرة بزاوية متين وسبعين ادي عشرة بطول ضلع متين وسبعين وبعد كده عايز اقفل بقى الشكل بتاعي انا كده واقف هنا اهو عايز اقول له سي اقفل الشكل بتاعي هو ده ناتج تنفيذ الاوامر اللي احنا شايفينها دي. طلع لي مسلس بالمنظر اللي انت شايفه ده. اهو اقدر بقى عمله اعمالية زومنج. واقدر اكبره وصغره زي ما انا عايز. بس في حاجة مهمة جدا جدا مش عارف اخدنا بالنا منها او لا? لما كنا بنرسم زاوية وبدل ما كانت تطلع فوق لا نزلت تحت في الايه في الجزء السالب اللي تحت. هو قسم الدنيا عنده لجزء موجة بفوق وجزء سالب تحت. او جزء موجة بيمين وجزء سالب شمال. بمعنى ان انا لو جيت كده وقلت له ان انا عايز ابدأ اشتغل لاين. والفرست بوينت بتاعتي هبدأ مثلا من النقطة عشرين عشرين مثلا. فبدأ من النقطة عشرين عشرين. اهو. ادي النقطة عشرين عشرين يا جماعة. حلو قوي. دي وكانها بالنسبة لي. هبدأ منها. هنطلق منها. النقطة عشرين عشرين. وراح قال له ان انا عايز ابدأ ارسم زاوية. بس الزاوية ديت بسالب. عملت قات وكتبت سالب. ما فيش حاجة اسمها سالب طول الضلع بالسالب. يعني طول الضلع بالسالب. لو صفر يبقى ما عنديش ضلع اصلا. لو عشرة يبقى طول الضلع عشرة. بس بكتب السالب دي علشان خاطر الزاوية. مفروض الزاوية تلاتين هتكون كده صح? يعني بالاحساس كده يتكون بالمنظر ده. دي الزاوية تلاتين. لما اجي اقول اقل من تلاتين. انت هتلاحظ ان التلاتين دي هتنزل تحت. مش هتكون موجودة فوق. يبقى وكأنه عمل زاوية منعاكسة. التلاتين بدل ما هي موجودة فوق كده لا اخليها لتحت. وابدأ ان انا اقول له انت ربص ايه اللي يحصل. او زي ما انت شايف. يبقى انا كده اقدر تحدد كمان الدنيا ماشية ازاي بدل ما تكون الزاوية تلاتين لفوق? لا اصبحت تلاتين في الاتجاه العكسي اللي تحت. دي طريق. طب انا عايز ابدأ امشي كده. تمام? دي كده الزاوية كام? دي كده الزاوية صفر? انا شغال على المحور الافقي. عايز امشي عايز امشي اسف امشي عشرين. قال لك خلاص عادي ادي اتة ايه? واكتب مينس عشرين. وعايز امشي صفر. يبقى ادي الزاوية صفر. بس هو هيمشي كده? لا ده هيمشي في الاتجاه ده لانه شغال بالسالب. لو انت عايزه يشتغل بالموجب تعالى شيل مين? شيل الماينس دي. شيل الماينس دي قوله عشرين والزاوية زيرو. هيمشي كده. يبقى يعمل طول ضلعة. الضلعة ده طول عشرين على الزاوية كام على الزاوية زيرو. زي ما انت شايف. طب عايزه ينزل لتحت. لتحت ما وفوق اصلا كده تسعين. فوق كده تسعين. وتحت كده تسعين بس بالسالب صح? اللي هو امتين وسبعين يعني. طيب انا عايز اعمل ايه? عندك حلين. يتقول له انها متين وسبعين يتقول له سالب تسعين وتريح نفسك. طول الضلع كام? خمستاشر. يبقى هاجي هقول له خلي بالك. انا عايز اشتغل على سالب. علشان هشتغل على سالب تسعين. وهقول له خمستاشر ده طول الضلع. وبعد كده اقول له اقل من تسعين. هيعمل طول ضلع. طول الخط ده خمستاشر. والزاوية زي ما انت شايف. وابدأ ان انا اكمل زي ما انا عايز ازا كده انا فهمت الفكرة ماشية ازاي? طيب لو انا جيت قلت له انا عايز ارسم نقطة. النقطة ديت. هيمشي. افقي اربعة. يعني هيمشي افقي كده اربعة. وهيطلع رأسي اربعة. ويرسم النقطة دي انا? بسيطة جدا. هتقول له ات. بس المرة دي بقى هتقول له ات. اربعة كمى اربعة. ركز كده ايه اللي يحصل? اربعة كمى اربعة. هيبدأ يمشي هنا اربعة. ويطلع فوق اربعة. ويحط لك نقطة ويخلص ويخلص نفسه. هقول له انتر هو ده اللي هو عمله فعلا. بص كده. مشي كده. هو كان واقف هنا. مشي كده اربعة. وبعد كده طلع فوق اربعة. وحط النقطة بتاعته وخلص. انت عايز تقول لي. يعني انا لو حبيت امشي نحية السالب بدل ما انا هقول له اربعة يمشي كده. هقول له سالب اربعة فهيمشي كده. طب بلاش سالب اربعة خليها سالب عشرة. يبقى هيوقف هنا مثلا. وبعد كده اقول له ينزل تحت يبقى سالب عشرة كمان. يبقى امشي بالسالب يبقى امشي في الاتجاه ده. ده الاتجاه الافق السالب. وبعد كده انزل سالب تحت كمان عشرة يبقى الدنيا كده شغالة تمام. يبقى انا متوقع ينزل لتحت يعني نهيجي كده بقى ينزل لتحت. طب اعمل الكلام ده ازاي? عادي جدا قات. واقول له سالب عشرة كمى سالب عشرة. واقول له زي ما انا توقعت. هو كان واقفل. مشي كده شوية سالب عشرة. وبعد كده نزل تحت سالب عشرة في الاتجاه الرأسي. افك الاول سالب عشرة بعد كده رأسي سالب عشر. عايز اقول له سالب خمسة واثنين. سالب خمسة. يبقى يمشي كده سالب خمسة ويطلع فوق شوية اتنين. يلا بنا نقول له الكلام ده. سالب خمسة كما اتنين. اه يبقى انا كده فهمت بمشي فين واروح فين. وابدأ ان انا بحدد الاحداثيات بتاعتي زي ما انا عايز. احدد زوايا. احدد طول ضلع. احدد طول الضلع مع الزاوية. اشتغل بالموجة باشتغل بالسالب. عندي اختيارات كتيرة جدا. الكوماند لاين في الحقيقة بيساعدني. مع الوقت الموضوع ده بيكون سهل جدا وبيتحفظ. فلو انا جيت كده وقلت له عايزك بقى تحطي قاعدة معينة خلاص القاعدة معروفة. في الاتجاه الموجة بتاع الافق بيكون يمين. الاتجاه السالب بتاع الافق بيكون شمال. الاتجاه الرأسي اللي انا شغال بقى رأسي. الاتجاه الموجة بفوق. الاتجاه السالب بتاعت. دي القاعدة اللي انا هبدأ اشتغل بها على طول. طيب لحد الان الدنيا كده شغالة تمام. بس في ناس حنت لموضوع الديناميك امبوت. يعني ايه? انا عايز اشتغل شوية بالديناميك امبوت. ماشي. اضغط على اف اتناشر. او تعال هنا بالماوس. وابدأ اشغل الديناميك امبوت وشغل كمان الجرد. طالما انت حنت ليهم نبدأ بقى ان احنا نشتغل بهم شوية. انت عايز تعمل ايه? انا هنا اول اقول له لي. ال? وابدأ اشتغل. ال? وابدأ اشتغل. عايز اكتب هنا بقى فوق في الجزء اللي فوق ده. قال لك زيرو. ولو قلت له زيرو كومى زيرو بيعملك نفس اللي انت عملته من شوية. زيرو كومى زيرو. هيبدأ من اول ايه? الزيرو زيرو اهو. طيب وبعدين. عايز ان انا. اقول له. مثلا. من الزيرو زيرو لحد عشرين عشرين. هقول له عشرين كومى عشرين. طب حبيتها رجع للعشرين الاولى تعمل شفت مع التاب. واقول له لأ دي خليها مثلا خمسة وعشرين. واشتغل تاب عشرين. يبقى خمسة وعشرين عشرين. التاب بتخليني اطلع لقدام. والشفت تاب ترجعني الورا. يبقى وعشرين كومى عشرين. دي النقطة اللي هي بتاعة النكست بوينت. واقول له انتر كده الدنيا كده شغالة تمام. يبقى انا بعمل الشكل ده. وبعدين عايز اطلع فوق بزاوية. وليكن مسلا زاوية. هنقول له زاوية آآ ستين. فهقول له الزاوية بتاعت هتكون ستين. فهروح هقول له طول الضلع الاول هقول له قات. واقول له طول الضلع. بس بص لو اتلاحظت كده. انا جيت اكتب. اهو. في مزاولة حصلت معي صح? اعمل شفت تاب. في مشكلة اهو. بس شايفين اللي بيحصل ايه? طيب ماشي. هقول له اكتب تقات فهسمح بالات. ماشي. هبدأ اكتب طول الضلع. هقول له عشرين. وبعد كده هعمل تاب. لو لاحظت تحتي بيكون افضل شوية. بس احنا حابين نعمل ايه? الحركتين. يبقى انا كده الزاوية آآ قصد آسف طول الضلع عشرين. والزاوية مثلا ستين. وقول له انتر. كده بدأ يشتغل معايا الدنيا كده شغالة تمام. زهقت بقى اروح شغل الديناميك امبوت. وابدأ ارجع زي ما كنت. انا خلاص كده خلاص خلصت. ممكن بقى ان انا اقفل الشغل بتاعي واعمل ضلع تاني زي ما انا عايز. اهو. بالمنظر ده. واقفل الشغل بتاعه. اقول له سي. اقول له انتر. الدنيا كده شغالها تمام. ده بالنسبة للجزء بتاع استخدام الكومند لاين. لكن في حاجة مهمة جدا لازم نفوكس عليها. وهو موضوع الابجيكت سناب. كنا بنفعله بايه لو تفتكر الابجيكت سناب كان دايما بيشتغل معنا. اهو. بالاف تلاتة. ايه اللي اخدنا منه? اخدنا في الابجيكت سناب. الجزء بتاع الاند بوينت الحد الان. لكن النهاردة عايزين نعمل فوكس على اكتر من حاجة. طيب الابجيكت سناب بيفيدني في ايه? بيفيدني ان انا اقدر احدد نقطة التقاطع. تقاطع الاطراف والمراكز والمنتصف وغيره. يلا بنا نبدأ نعمل حاجة وليكن مثلا حاجة خاصة بالميد بوينت. ايه الميد بوينت? عايز الضلع ده. ابدأ ان انا اوصل له خط. يعني هاجي كده هقول له خلاص الميد بوينت ديتا عايزة. اهي. ما كانتش موجودة معي فاصبح معي الميد بوينت والاند بوينت. عايز ارسم لاين. واللاين ده اوصله بنص الضلع ده. يعني تعالي نكبر كده. انت تعرف النص ازاي? قال لك بسيطة. روح فعل الابجيكت سناب. واقول له اف تلاتة. وعايز اعمل الميد بوينت ديت. وابدأ ارسم اللاين بتاعدي جدا. فين اللاين بتاعك? هقول له حرف الال. وقول له انتر. هرسم لاين من هنا. اهو. دي الفيرست بوينت بتاعتي. وابدأ اطلع. انا عايز ارسم لو كانت اند بوينت. ايه دي الاند بوينت. ودي كمان الاند بوينت بتاعت اللاين ده. طب انا عايز ارسم في نص الضلع. عايز اوصل الخط ده بنص الضلع بتاعدك. اول ما اقف كده بصوا اللي يحصل. رسم لي علامة المثلث. اول ما تظهر لك علامة المثلث اضغط كليك. هيوصلها الواحد. يبقى انا كده وصلت مين? الميت بوينت. وعايز كمان ابدأ بقى اشتغل بالماوس. وعايز اوصله بالجزء بتاع المنتصف هنا. هو قال لك على طول. انا كنت بص كنت ريح في مكان غلط. قال لك وادي المنتصف بتاع ده. وعايز اوصل بالمنتصف بتاع ده. ادي المنتصف بتاع ده. وكمان المنتصف بتاع الجزء ده. فين المنتصف ادي المنتصف هنا. يبقى انا كده اقدرت ان انا اوصل زي ما بس طبعا اللي عملنا شكل افضل من ده. بالمنظر ده. وعايز ارسم عادي. ده هيبدأ مسلا من هنا. وعايز اوصل بنص الضلع. ادي نص الضلع ده. ووصل هنا. اهو. زي ما انت شايفين. وقادي الميت بوينت. وقادي الميت بوينت. وقادي الميت بوينت. خلاص خلصت. اقول له كليك يمين. كليكة واحدة. خلاص خلصت الشغل بتاعي. مش عايز الخط ده. مفيش اي مشكلة خالص. ممكن اقول له حرف الاي. يعمل اريز. وابدأ ان انا اسلكت عليه. وبعد كده رايت كليك خلاص روح مني. الدنيا كده شغالة تمام. انا كده خلاص خلصت الجزء بتاع الميت بوينت. وعارفين الاند بوينت. ان انا بقدر ان انا اوصل اي لاين اهو. لو مساكت ال لاين ده كده. هبدأ اوصل النهاية ديت. بالنهاية دي. بالنهاية دي. صح زي ما انا عايز بالنهاية دي زي ما انا عايز. اقف كده اوصل من اول هنا. لحد هنا. دي النهايات. صح كده? دي الاند بوينت بتاعتي. الاطراف يعني. وبعد كده اقول له رايت كليك. مش عايز مش عايز الخط اللي بره ده. اقول له ايه. وبعد كده انتر. اسلكت ده. وقول له رايت كليك. كده الدنيا كده شغالها معايا تمام. هو ده الشكل اللي نعملته. ايا كان بقى هو شكل ايه الهدف منه. بس هو ده المطلوب. يبقى انا كده عرفت الميت بوينت وعرفت الاند بوينت. هل هو ده فقط? قال لك لا. في عندك حاجة كمان اسمها السنتر. ايه السنتر ده اللي هو موضوع. الابجيكت سناب الخاص بالمراكز بتاعة الدوائر. هقول له عايز السنتر. فين السنتر هنا? ادي السنتر. يعني لو انا كده جيت رسمت دايرة. قلت له عايز ارسم دايرة. ادي سيركل اهي عادية. او اقول له حرف السي. عادي جدا هقول له انا عايز حرف السي. وانتر. وابدأ ان انا ارسم دايرة. هرسم دايرة. وليكن مسلا هرسم هنا في الجزء دا. وبعد كده طبعا انا حددت السنتر. عايز احدد الريديس. ادي الريديس بتاعها. الطول ده مناسب. اعمل وخلاص. الدنيا كده شغالة تمام. عايز ابدأ اوصل خط بالسنتر بتاع الدايرة. اجيب السنتر ازاي? قال لك بسطة جدا. لازم تروح مفاعل الابجيكت سناب بتاع السنتر. حلو اول. اقول له عايز لاين وانتر. واقف في اي حتة انا عايزة. تعال بس كده نتكبر كده الشكل كده شوية خليف السنتر. هقول له عايز لاين. ايدي اللاين هيبدأ من هنا. وابدأ اوصل. اول ما يجي عند السنتر بص اللي يحصل اهو. قال لك هو ده السنتر خلاص انت كده متأكد اعمل الدنيا كده شغالة تمام. كده انا وصلت اللي انا عايزه. وصلت النقطة دي من اول هنا لحد السنتر بتاع الدايرة. اي نقطة بانا عايزها? عايزة اقفنا. هقول له عايز لاين. وعايزة اقفنا. وعايز من هنا اوصل للسنتر بتاع الدايرة خلاص هو اقل لي كده دخل لبالك عبارة عن السنتر بتاع الدايرة وفي نفس الوقت هو الاند بوينت بتاع الخط ده. صح كده? موضع اهو اقدر اوصل هنا واقدر كمان نعمل كليك يمين? واقول له ال. واقدر اوصل النهاية ديت. صح كده? الاند بوينت دي. بالاند بوينت دي. اللي في نفس الوقت السنتر بتاع الدايرة. خلاص خلصت اقول له رايت كليك يبقى انا كده شغال تمام. طيب لحد الان كده الدنيا كده شغالة. تمام ما عنديش اي مشاكل على الاطلاق. عايزين بس كده واحنا شغالين احنا كده خلاص خلصنا الميت بوينت. وخلصنا الاند بوينت. وخلصنا السنتر. عايزين نعمل بحاجة اسمها انترسكشن. عايز اوصل النقطة دي باي خطين متقطعين. هنا في الشغل بتاعي. قال لك بسيطة. كل اللي هتعمله هروح هفعل الانترسكشن. فين الانترسكشن? ادي الانترسكشن اللي هو ايه? التقاطع. هقول له ادي الانترسكشن. هفعله. واجي بعد كده اروح اعمل اي خط وليكن من اول هنا. هشتغل من هنا. فهقول له ال وانتر. وهبدأ اف من هنا. وهو ده عبارة عن خطين متقطعين وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت سنتر. هقول له ايه دي اند بوينت? عايز اوصلها باي خطين متقطعين. بص كده. قال ان دي عبارة عن الميت بوينت. ودي عبارة عن برضو ميت بوينت. ودي عبارة بص اهو. ده انترسكشن اهو. عبارة عن تقاطع مجموعة من الخطوط. لو كبرتها شوية كده اهو. ده عبارة عن تقاطع مجموعة من الخطوط هو ده فكرة الانترسيكشن. التقاطع او التداخل يعني. يبقى انا كده حققت اللي انا عايزه. ده بالنسبة لموضوع الانترسيكشن. طيب خلصنا الميت بوينت والاند بوينت والسنتر والانترسيكشن. عايزين نعمل حاجة اسمها البيربانديكولر اللي هو البيربانديكولر اللي هو مقصود بيه علامة التعامد يكون عمودي. يعني انا جيت كده رسمت اي شكل. بتاع نرسم اي شكل كده. فين البيربانديكولر اهو. بربانديكولر اهو. ويلا بينا نشتغل على موضوع العمودي. عايز اعمل خط الخط ده اللي اهو. هقف هنا واسقط عمود هنا. قال لك بسيط. هقف هنا اهو. هقف كده اهو. وابدأ اسقط عمود. هل ده كده عمود? قال لك لأ اهي. شايف العلامة اللي ظهرت لك دي. معناها دي اللي هي البيربانديكولر. تعبس نكبر كده. اهو. اول ما تظهر لك كده تمام. البيربانديكولر ده اللي هو مقصود بيه عمودي. يبقى الخط ده عمودي بزاوية تسعين على الخط اللي انت شايفه ده. وهنا كمان عايز اعمل عمود. اعمل اسقط العمود هنا. اهو. بس كده هفضل ماشي. قال لك دي الميت بوينت. دي الميت بوينت. ماشي. عايز من هنا اسقط عمود على ده. هقول له. واقف هنا. دي تعتبر اندي بالنسبة لي. وعايز اسقط عمود. اهو بس. اول ما وقفت كده اتحولت لشكل وكأني زاوية قيمة. فبيقول لي ده البيربانديكولر بتاعك تمام الدنيا كده شغالة تمام. واقول له ريت كليك. يبقى انا كده اسقط عمود بالمنظر. الدنيا كده لحد الان ما فيش اي مشاكل. واحدة واحدة مع بعض بنحاول نحنا نستفيد من موضوع الابجيكت سناب على قد ما نقدر. من الحاجات المهمة موضوع التوازي. يعني ايه موضوع التوازي تعالى بس كده نفعل البرالل. ايه دي البرالل ونبدأ نشتغل به. ايه موضوع التوازي ده واحدة واحدة. الاول بس هقول له حرف الاي. اريز وامسح ده مش عايزه وريت كليك. انا عايز اعمل خط موازي للخط ده. اهو الخط اللي انت شايفه ده. قال لك بسيطة. هعمل حرف ال ال و انتر. وهبدأ اعمل خط موازي هنا في الجزء ده. مسلا من هنا. من هنا الحد هنا. فين بقى التوازي? مفيش. انا ممكن اعملها كده واحد يجيبها كده واحد يجيبها كده. قال لك لا. علشان ترايح دماغك بتلمس الخط اللي انت عايز توازيه. مجرد تلمسه. اول ما توازيه قال لك اه ده كده وارجع بقى مكانك تاني. بص لاحزت ايه اللي حصل. عمل لك وكأن خط كده بتاعك لونه اخدر. وطول ما هو جاب لك كلمة جاب لك بطول الضلع قديه بزاوية ده بالدنيا كلها. ما لك شو دعوة? المهمة ده عبارة عن كده بالمنظر اللي اللي انت شايفه ده. عبارة عن خط اخدر منقط بالمنظر ده. اول ما تقول لك هيشتغلك على عايز اعمل خط موازي للخط ده. بسيطة. هبدأ منين? هبدأ من هنا. هقول له ال. ويادي انتر. وهقف هنا. بتاع نقرب منه شوية. ماشي. وعايز اعمل خط موازي. لحد الان انا ما وازيتش اي حاجة خالص. ممكن اقف هنا وقول له كليك وخلاص. يعني في واحد هيجي يعمل الحركة دي. وشكرا. راية كليك وخلاص. هو شايفه كده موازي. لو جيت عملت زوم. هتلاقي مش مزبوط. في حاجات بايزة. حتى لو انت هناك المجرده شايف انه موازي. لا ومش موازي. يبقى هعمل ايه? لا هيجي كده هقول له حرف ال اي. وانتر. وامسح الخط ده. وبعد كده انتر. انا عايز اعمل خط موازي. فاقول له ال. واقف. طبعا اقل له انتر. هقف هنا في اي حتة انا عايزة. هبدأ من هنا مسلا. اللاين بتاعي. وعايز اعمل موازي. اوعى تنسى انك انت تلمسه. لمسته. وابدأ ان انا اقف هنا. اه اجاب لك الجايد اللي احنا بنقول عليه. وكتب لك كلمة هي دي النقطة النهاية بتاعتك. ايوة كده الدنيا شغالة. واقول له انا كده خلاص خلصت الشغل بتاعي. يبقى ده موازل ده تماما بكل سؤولة. في بقى حاجة في بعض الناس ما بتحباش. اللي هي انه اللي هو موضوع ان كل ده لسه شغال في الوجيكت سناب. الجزء بتاع. النيرست. ايه النيرست ده? انا عايز اوصل خط معين بنقطة موجودة على خط تاني. اي نقطة. مهمنيش. بس المهم المس الخط التاني واوصل النقصتين دل ببعض. اوصل الخط ده بالخط ده. فدي بيسموها النيرست. بس في الحقيقة ما عندكش ابعاد معينة. يعني انت مش عارف الخط ده واصل فين بالزبط بالخط ده. فلو انت احتكتها بتقول له عايز نيرست. اهيه? وببدأ ان انا اشتغل. يعني ايه? انا عايز اجي كده. اهو. بالمنظر ده كده. وعايز ارسم لاين. قال لك حرف ال ال والدنيا تمام. عايز اقف هنا. ووصل. شايفين الخط الموازي اللي احنا عملناه ده من شوية. عايز اوصل الخط اللي انا هعمله ده. اللاين ده. باي نقطة على الخط ده. دي معروفة دي الاند بتاعتي. ودي الاند بتاعتي. ودي الميد. فين? ادي الميد بتاعتي. الميد بوينت بتاعتي. لكن لا انا مش عايز كل دول. اما انت عايزي. ولا عايز موضوع ان هو يكون عمودي. فين البريبان دوكولر. وده الانترسكشن. لا انا عايز اي نقطة وخلاص. قال لك بص لو حبيت اي نقطة وخلاص. اوقف كده. قال لك كده كده بارلل. لا. هو بارلل مع حاجة تاني. سيبك منه. تعال كده عشان ما يلاخمناش. شيل كل حاجة. قول له مش عايز ال بارلل ولا عايز التعامد ولا التداخل. ولا السنتر. ولا الميد بوينت. ولا الاند بوينت. عايز نيرست وخلاص. شيل كمان الاند بوينت. وابدأ ان انا اقف هنا. وابدأ ان انا اقول له خلاص. انا عايز اي نقطة والسلام. بص اللي حصل. قال لك نيرست. انت متأكد ان الخط ده لمس الخط ده فعلا. بس في اي نقطة والسلام. لو انت احتاجت حاجة زي كده. ريت كليك خلاص. لو جيت عملت زوم مستحيل تلاقي الخطين غير متلامسين اهو. طب لو ما كانش كده. لو ما كانش كده انت هتشتغل بقى بالوايم. بمعنى ان انا هجي كده. هقول له اي وانتر. وعايز امسح الخط ده. ورايت كليك. هقول له ال وانتر. وعايز اقف هنا لو ما عنديش بقى النيرست ده. لو ما كانش عندي يعني مش موجود. اهو. وعايز ابدأ ان انا خلاص كده تمام. عايز ابدأ يعني المس اي خط وخلاص. انا كده هقول له كده الدنيا حلوة. وبعد كده ارجع تاني اقول له خلاص خلاص. انت فاكر ان هو حصل تلامس. بص كده. لما بعمل زوم حصلت مشكلة. فالنيرست بيفيدني في حاجة زي كده بس اخلي بالك انت ما اشتغلتش على ابعاد. يعني مش عارف الخط ده. لمس الخط ده او وصله في اي نقطة. لا اي نقطة بالسلامة. يمكن ده بالنسبة لموضوع النيرست. عملنا لموضوع البرل. والنيرست. والميد بوينت. والبيربان ديكولر. والانترسكشن. والاند بوينت. والسنتر. كل ده مهم جدا. لكن وانا شغال انا انسيت ان انا افاعل ولا واحدة فيهم. اهو. ولا واحدة مفاعلة. وانا شغال احتاجتهم. قالك بص فيه طريقة سهلة جدا. وطريقة جميلة جدا. وانا شغال كده عايز ارسم لاين. اللاين ده مثلا يوصل اي حاجة باي حاجة. زي ما انا عايز. على كده نقول له بس كده بالعجلة بتاعة الموز. هاجي كده اقول له بس الاول ايه. وامسح ده. واقول له انتر. الدنيا كده شغالها تمام وامسح ده كمان. واقول له انتر. وعايز ارسم لاين. ده ارسمه هنا. في الجزء ده. وعايز اوصله بالاند بوينت بتاعة ده. مفيش. او ما انت مش بفعل. قالك لسه هتروح هنا بالسهم وتختار وتعمل اف تلاتة وتفعل. لا قالك لا لا لا. فيه طريقة سهلة جدا جدا. كنترول او شفت. الاتنين زي بعض. انا بشتغل بالكنترول. وانت عايز اشتغل بالشفت زي ما انت عايز. المهمة بالكنترول او شفت الاتنين بعض. كنترول ورايت كليك. بس كده اركز كنترول ورايت كليك. هيجيب لك كل الاختيارات اللي انت كنت بتدور عليه. انا كنت بدور على الاند بوينت. هقول له اند بوينت تاني. اخترته. وعايز اوصل هنا للاند بوينت اهو فعلها. ما كانتش مفعلة. طب عايز اوصل للاند بوينت في اي مكان تاني. وليكن مثلا هنا. مش هيرضى. ليه? لان الكنترول مع الرايت كليك بيفعل لك الحاجات دي بتاعة الابجيكت سناب مرة واحدة. طب انت عايز تفعلها على طول قال لك بسيطة. عايز افعلها على طول. بقول له عايز او سناب سيتنج. وببدأ ان انا بختارها بعمل زي تشيك كده. هتفضل موجودة معي على طول. وابدأ بقى ان انا اشتغل. يبقى اللي فاتت دي كانت حركة واحدة وخلص وخلصت. هبدأ اشتغل هنا. ووصل هنا. ووصل هنا. وكمل الشغل بتاعي زي ما انا عايز الدنيا كده شغالة معايا تمام. كده ما فيش اي مشاكل خلص. يبقى كيمين او شفت الاول كليك الاول كنترول او شفت وبعد كده كليك كيمين كنترول او شفت وبعد كده كليك كيمين. وابدأ اختار اللي انا عايزه. انا عايز مثلا اشتغل على البرالل. فابدأ اعمل خط موازي. من هنا يوازي الخط ده. بس الاول اقول له لاين. لاين وانتر. هقف هنا. وعايز اعمل خط موازل ده. فبلمسه بالمنظر ده. وابدأ اعمل خط الموازي بتاعي. بس الاول اقول له كنترول مع كليك يمين. وعايز البرالل اهو. المس ده. لمسه كده الدنيا تمام. بفرد بيعمل اللي بتاعي. لو كانت الدنيا بايزة. مش عارف تشتغل. كنترول. وقل له عايز الستنج. وفعل بقى البرالل اهو بالمنظر ده. قل له اوكي. هلمس ده. اهو. لمسته كده. وعمل لك الجايد. ابدأ بقى ان انا ارسم الخط الموازي. وقل له هنا كليك. راية كليك الدنيا كده شغيلة تمام. يبقى احنا كده تعرفنا على موضوع الابجيكت سناب بالمنظر ده. قبل بس ما نخلص الموضوع بتاعنا. انا هاجي كده بقى. الحاجات دي مش محتاجها. هعمل على الجزء اللي مش محتاجه. وليكن مسلا هعمل بقى سكيب بقى خلاص بالمنظر ده. هقف في اي حتة. وابدأ اعمل سليكت على ان انا مش عايزه. انا مش عايز دول. واقول له دليت من لوحة المفاتيح. وابدأ اقول له حرف الاي وانتر. انا مش عايز ده كمان. واقول له انتر كده الدنيا شغالة معي تمام. عايزين بقى كمان ناخد حاجة مهمة. ايه الحاجة دي? حاجة اسمها الميرور. يعني انا جيت كده بالمنظر ده. الشكل ده عجبني. وعايز اقرره. فيش اي مشكلة خالص. قال لك اول حاجة بتعملها بتقول له ام اي. ام اي بيجيب لك الميرور. بقول له ام اي اهو المنظر ده. فبيقول لك اعمل سليكت اهو زي ما انت شايف. ميرور سليكت اوبجيكتز. فين الجزء اللي انت عايز تكرره وليكن هكرره في الجانب المقابل ليه. هو موجود ناحية الشمال. هكرره تاني ناحية اليمين في الجزء ده. قال لك بسيطة اعمل سليكت عليه. بعد لما عملت ام اي روح اعمل سليكت عليه. اي دي الجزء بتاع السليكت. عملت سليكت عليه اهو بالمنظر ده زي ما انت شايف. ده كم ديني. هعمل اسكيب. وابدأ من جديد. هقول له ام اي. ام اي اهو. ام اي. هيجيب لي الميرور. هقف في اي حتة هنا. وابدأ اعمل سليكت على الوبجيكت كله اهو. خلاص كده. وبعد كده. قال لي خلاص انت عملت سليكت على الوبجيكتز اللي انت عايزة. هتعمل سليكت تاني. قل له لا. قل له كليكي مين. خلاص انا عملت سليكت فمش محتاجة اكمل. مش محتاجة سليكت على حاجة تانية. فعملت كليك يمين. فبيقول لي. فبيقول لي بقى فين النقطة اللي انت من خلالها هتبدأ تعمل عملية الميرور. الاول روح فعل الجزء بتاع الارثو. احنا عارفين الارثو اللي هو بيشتغل يا اما رأسي يا اما افقي. ففعل الارثو معي كده. وهبدأ اختار النقطة اللي هو بيقول عليها. هقول له هي دي. ايه? ايه النقطة بتاعتي? حددته. وبعدين زي ما انت شايف بدأ ان هو يعمل اهو. ببدأ ان انا بتحرك اهو. اعمل لي ميرور. وبنزل تحت. او بطلع فوق زي ما انا عايز. برحتي. لو انت مش عايز تفعل الارثو هيبقى عندك حرية في الحركة. يعني كشيل كده الارثو. بص كده. اصغر بس كده الشكل. زي ما انت شايف اقدر بقى ان انا ايه? اتحرك زي ما انا عايز. اهو. واحدة واحدة كده. الميرور بيمكنني طول ما انا شغال. انا بقى كده في حرية في الحركة. مش لازم اشتغل طولي او عرضي بالموضوع الارثو. لا ده في حرية في الحركة. اقدر ان انا اعمل الميرور زي ما انا عايز. الميرور ده بالمنظر ده كده الدنيا تمام اهو اقدر اشتغل زي ما انا عايزة لو انت عايز تشتغل بالأرثو بيمكنك انك انت تشتغل يا اما افقي يا اما رأسي فهقول له عايز ارثو فيجب لك شكل مقابل لي وكان يحطط قدام رأيه بالزبط اهو بالمنظر ده بنزل كده تحت او بطلع فوق الاتنين نفس الاي نفس الغرض كده الدنيا كده شغالة تمام انت خلاص خلصت بيقول لي حدد بس نقطة النهاية هي دي نقطة النهاية اي هو كده خلاص خلص بس بيسألني سؤال مهم هو الشكل القديم انت محتاجه لربما انت تكون عايز تعكسه توديه في مكان تاني مجرد تعكسه مش اكتر وبعد كده خلاص هتقول له يا اما ياس بحرف الواي يا اما نوم انا ممكن هنا اقول له ياس يبقى الشكلين موجودين معي واقول له انتر آسف لما قلت له ياس هو لغاية لما قلت له ياس هو لغاية كان مفروض ان انا اختار لان هو بيقول لي اريز سرس اوبجيكت ياس ولا نو فهو لغاية طب انا عايز ارجعه تاني بسيطة جدا اي دي غلطة بس ممكن استفيد منها كليك مين بقى انا كده وصلت بقى ان انا خلاص خلصت كل الدنيا عمل خلاص خلصت بس الشكل ده القديم راح مني بسيطة جدا نرجع تاني نقول له اما اي اي دي الام اي بتاعتك وعايز ابدأ اسلكت ماشي هقف هنا في اي حتة انا عايزها وابدأ اسلكت على الابجيكت بتاعتي دي الابجيكت خلاص عملت اسلكت عايز تكمل لا كليك يمين مش عايز اكمل بيقول لي حدد النقطة اللي انت هتعمل من عندها الميرور هقول له هفعل بس الارثو وادي النقطة اللي انا هشتغل عليها عشان عايز اعكس الجانب التاني خلاص كده الدنيا كده شغالة تمام انزل بقى تحت اهو جبت الشكل اللي كان فيه مشكلة اهو انزل تحت اطلع فوق مشافر خلاص كده بيقول لي تا بلو سمحت عايز الاند بوينت او السكند بوينت اي دي السكند بوينت اقول له كليك بيسألني بقى ركز بقى دي الغلطة اللي احنا بقانا فيها بيقول لك اريز سورس اوبشيكت عايز تشيلها يس ولا نو هقول له لأ مش عايز اشيلها فهقول له نو خل بالك بيقول لك اريز عايز تمسح هقول له لأ نو حرف الان وقول له انتر كده رجعت الشكل زي مكان اقول له ريت كليك كده الدنيا شغالة تمام اسكيب اسكيب كده كل حاجة اتزبطت معي هو ده الشكل اللي انا عملته ده عبارة عن شكل واحد وكررته في الاتجاه الايه المقابل لي وكأنه ميرور فعلا يبقى كده الدنيا كده شغالة تمام وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة انا ياسف ان انا طولت عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته